طبعا رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماء كالمواطنين والمقيمين حول توفر المنتج النباتي الكويتي بوفرة في السوق المحلية لإتراوح الانتاج بين 800 ألف ومليون و200 ألف صندوق من المنتجات الزراعية الكويتية التفاصيل في تقرير زميل خالد الفارس على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتوقف معظم الأنشطة إلا أن المزارع الكويتي لا يزال يواصل الليلة بالنهار لتأمين المنتج الزراعي الذي يحتاجه المستهلك وقد طمأن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماء المواطنين والمقيمين حول توفر المنتجات الزراعية طيلة فترة الحضر رغم أن تم تسكير المنافذ الحدودية المجاورة على الكويت كلها إلا أن الأخوان المزارعين كفهم ووفهم في المنتج الوطني للأمانة المزارعين أثبتهم أنهم قدروا أنهم يقطون على هذه الأزمة ولا يحس فيها لا مواطن ولا مقيم من نقص خضار أو فواكه طلبنا من أخوان المزارعين زيادة الانتاج إلى أن الحمد لله لك الحمد تم زيادة الانتاج من 700 إلى مليون و 200 ألف صندوق يومياً بالسوق المحلي مثل على سبيل المثال الطماط من تقريباً 60-70 ألف وصلنا 120 ألف هم بعد الخيار من تقريباً 120-130 وصلنا ربع مليون يومياً انتاج إلى السوق المحلي الجمعيات التعاونية لم تشهد أي تأثير من المنتجات سواء الخضار ولا الفواكه ولما أثبت المزارع الكويتي قدرته على الانتاج وتوفير المنتج الوطني والمساهمة الفاعلة في استقرار الأمن الغذائي والمحافظة على الأسعار فقد طالب الدماك بتقديم الدعم للمزارع نظراً لما تكبده من جهد نظير زيادة الانتاج النباتي خلال الفترة الحالية نطالب مطلب يعني إن شاء الله بعد ما تنتهي الأزمة نطلب من مجلس الوزراء دعم إخوان المزارعين دعمهم بالمادي دعمهم بالكهرباء دعمهم بالماي للأمانة بعد ما تم تسكير المنافذ الحدودية أثبت المزارع أنه هو الوحيد الذي قدر يثبت أنه ما عنده أي مشكلة بزيادة الانتاج تم غرار من ومعالي وزيرة الشؤون مريم العقيلة كل الشكر لها اللي هو 24 ألف على 2020 هذا بحد ذاته شيلة الوسيط فائدة للمزارع وفائدة للمستهلك على سبيل المثال بالسابق كان الوسيط كان يأخذ البضاعة بأقل الأسعار ويوديها للمواطن بأعلى الأسعار اليوم الحمد لله لك الحمد بإمكان الجمعية التعاونية تجي تشري مباشر من الاتحاد كويت المزارعين أو سواء شركة الموازية بما أن تم تطبيق الحضر الكلي نطلب من وزير الداخلية ومجلس الوزراء السماح لأخوانهم والمزارعين في الذهاب إلى مزارعهم مثل ما أنتم عارفين اليوم المزارع إذا يقيب عن مزارع 20 يوم سوف تسبب خسارة له خسارة للمنتج الوطني لاحق وهكذا هو الحال في مناطق الإنتاج الزراعي الكويتي يواصل المزارع العملة للمساهمة في توفير المنتج الزراعي واستقرار الأمن الغذائي خالد الفارس الراعي ترجمة نانسي قنقر